نظمة الشفافية الدولية للوضع في المغرب فمظاهر الفساد مستشرية يشجعها ضعف جهاز القضاء وعدم استقلاليته حسب تقارير المنظمة وبين الخطاب الرسمي والممارسة على أرض الواقع خيط رفيع خلق مفارقة وجب التوقف عندها القانون في نهاية المطاف هو مجموعة معايير ليس إلا يجب تفعيله في الواقع والجهات التي تفاعل هذا القانون والمؤمنة لذلك هي الإدارة هي القضاء وبالتالي إذا لم تكن هناك عزيمة سياسية لتفعيل هذا القانون ولتقييد جميع الأطراف به فالقانون يصبح في نهاية المطاف خطاب من الاستئثار بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ مرورا بالاختلاسات المالية ونقل ملكية العقارات بطرق غير مشروعة ووصولا إلى التلاعب بالمكرومات الملكية وتبيض الأموال تصب مظاهر الفساد جميعها في خانة الجرائم الاقتصادية على أن الإفلات من العقاب لضعف التشريعات وغياب الإرادة السياسية عمق الأزمة ومن ثم كانت الحاجة ملحة لمراجعة المنظومة القضائية بما يضع حدا لمبدأ الامتياز القضائي الذي برئت بمهجبه ساحة مسؤولين متنفذين تورطوا في جرائم الفساد لازلت الحكومة لم تتخذ أي إجراءات من أجل استرجاع الأموال المهربة نحو الخارج والمدعب بالأبناء الأجنبية ثانيا أن قانون غسيل الأموال لازل لم يفعل بالطريقة المتلى كإصدار شيكات مسطرة حتى نعرف وجهة تحويلات المالية ليست الرشوة سوى وجه من أوجه الفساد المتعددة فللفساد كما الأخطبوط أذرع تمتد لتنهب ثروات الشعوب وخيراتها بما يعيق رهان التنمية مطالب قابلتها الدولة بتصديق البرلمان على قانون بشأن التصريح بالممتلكات ضمن خطوة أريد لها أن تكون عنوانا لحسن النية وتأكيدا على إرادة سياسية في مكافحة الفساد هذا مطلب شعبي منذ 1962 حزب استقلال عافعة المطلب من أين لك هذا؟ نحن ضد الاستغناء الغير المشروع ولذلك منذ ذلك الوقت نحن نكافح من أجل الوصول إلى هذه النتيجة لكن المجتمع المدني يرى بأن المدخل الرئيس لوقف هذا النزيف يمر ضرورة عبر بوابة إصلاح الدستور أنس بن صالح الجزيرة الرباط هذا في المغرب أما في موريتانيا فقد أعلن خمسون نائبا في البرلمان عن تشكيل مبادرة مبادرة البرلمانيون الموريتانيون ضد الفساد ويسعى أصحاب المبادرة كما جاء في بيانهم التأسيسي إلى الوقوف في وجه ظاهرة الرشوة واختلاس المال العام التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة وأضاف البيان أن الفريق سيعمل على فتح ملفات الفساد ودفع البرلمان نحو تعزيز دوره في الرقبة جنود آخرون دخلوا ساحة الحرب ضد الفساد برلمانيون من المعارضة والموالاة أعلنوا ميلاد مبادرة لحصار ظاهرة يعتبرونها مدمرة أنشطة الحكومة والمؤسسات العمومية سيتم وضعها تحت المجهر للتدقيق فيها حددت المبادرة أعراض الداء وستسعى تحت مظلة البرلمان لإيجاد الدواء الفساد وصل في هذا البلد إلى أقصى درجاته والآن أصبح خطرا حقيقيا على الدولة الموريتانية ونعتقد أن جهدنا في هذا المجال ضروري خاصة في هذه المرحلة من تاريخ البلد السلطات الموريتانية التي تعترف باستشراء الفساد ألزمت في سابقة من نوعها رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم دون إطلاع الرأي العام على تفاصيل هذا الإجراء لذا تبقى محاربة الفساد في نظر البعض مسألة نظرية إذ لم تسجل أي متابعة قضائية ضد ضالعين فيه ظاهرة الفساد تشتمل على اختلاس المال العام التهرب الضريبي استغلال النفوذ الارتشاء تبيض الأموال المتحصلة من الجريمة وإخفاءها تواضع البنى التحتية وإفلاس الشركات العمومية رغم ما تتوفر عليه البلاد من ثروات يدعو إلى التساؤل عن مصير موارد الدولة الجمه ولعل الإجابة تكون في الثراء المفرط لبعض المسؤولين وغياب الصرامة في معاقبة المفسدين وسكوت المجتمع على ظاهرة اختلاس المال العام نسبة رقم الأعمال المخصصة للنفقات الغير مبررة ومن بينها أساساً وبرزها الرشوة فهم تواوت كبير بالنسبة للمداخل وبالنسبة للثروة فحسب الإحصائيات المتواجدة 10% من الموريتانيين يستهلكون ذلث الداخل السنوي كثر الحديث عن الفساد والمفسدين في موريتانيا وارتفعت أصوات تطالب بوضع آليات تمكن من مساءلة المفسدين ومتابعتهم قضائياً بوصف ذلك المدخل الصحيح لأي إصلاح اقتصادي أو إداري زينب بن تربي الجزيرة موكشو ومعنا لمناقشة هذه القضية في الاستوديو محمد المسكاوي منسق الهيئة الوطنية المغربية لحماية المال العام ومن لندن محمد العربي زيتوت عضو منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في الوطن العربي ومن نواكشوت معنا جمال ولدالي المسؤول الإعلامي للمبادرة البرلمانية ضد الفساد لنبدأ معك سيد محمد العربي زيتوت في لندن بصفتك يعني كدبلوماسي جزائري سابق هل الأمر بهذه الحدة في الجزائر كما رأيناه في موريتانيا والمغرب في الجزائر الوضع أسوأ أسوأ بكثير في واقع الأمر وهذا ببساطة لأن الجزائر أغنى بكثير وضيف إلى ذلك أن هناك ملازمة متلازمتين كلما زاد الاستبداد كلما عظم الفساد والعكس صحيح وكما تعلم فالوضع في الجزائر منذ 92 النظام القائم جاء عقب انقلاب عسكري ومعروفة كل تفاصيل فيما ولذلك نجد أن الفترة التسعينات أساسا ثم أيضا منذ بداية الألفين كان التركيز على أن هناك خطر الإرهاب وفي هذا الوقت الذي كان يقال أن يحارف الإرهاب ظهر خطر أكبر بكثير من الإرهاب وهو خطر الفساد الذي أصبح سرطان حقيقي ينهم وينهش جسم الجزائر ومعروفة قضايا كثيرة بالفساد بمئات الملايين من الدولارات بل هناك قضايا فساد بمليارات من الدولارات نعم سيد محمد المسكاوي إذن ربما الوضع في الجزائر أسوأ كما قال السيد زيتوت لأن هناك مال أكثر الجزائر أغنى من المغرب وموريتانيا إذن هل مسألة الفساد مرتبطة بغينة دولة أو فقرها؟ يعني ما الذي يدعو إلى الفساد عادة؟ في البداية لابد أن أذكر أننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام كشبكة تنصيقية نؤكد دائما أن الفساد الاقتصادي هو قوة تدميرية تفوق قوة الحرب لأنها تدمر الحقوق الاقتصادية والجتماعية للمواطنين بالنسبة للفساد بما أن الجزائر أغنى بسبب البترول فحتى المغرب وموريتانيا غني بمواردهم البحرية والتروات والموارد البشرية لكن المشكلة هو الإرادة السياسية نحن دائما نقول خصوصا في المغرب أن الحكومات المتعاقبة ليست لها الإرادة السياسية لحل حلة هذا الملف لا على مستوى تشريع القوانين وحتى وإن وجدت القوانين فهي لا تفعل ودائما تستخدم سواء القضاء أو القوانين لتنفيذ المصالح المشبوهة وحماية النفيدين والناهبين سنأتي بالتفصيل إلى هذه النقطة سيد جمال في موريتانيا فين وكشوت هل المسألة مرتبطة أيضا مسألة الفساد والرشوة بمستوى الراتب الذي يتقاضى الموظف عادة في الدولة شكرا بالنسبة لموريتانيا مسألة الفساد مسألة شاملة موريتانيا بلد بالمقارنة بالدول المغاربية الأخرى بلد سكانه قليلين وعنده موارد وهروات لا نجد نتائجها على أرض الواقع بالنسبة لمستوى معيش للسكان وبالتالي فهذا نحن متأكدون أنه من نتائج الفساد بصوره بكل تجلياته التي من بينها ما ذكرتم وهو تدني رواتب الموظفين مما يدفعهم إلى الرشوة وإلى التحايل على المال العام لكننا نظن كذلك ونحن متأكدين بأن مظاهر الفساد الأخرى التي من بينها والتي شخصناها كفي بياننا التأسيسية التي من بينها المحسوبية وغياب المعايير في اختيار المسؤولين على تسيير الشين العام وحتى عدم وغياب ثقافة محاربة الفساد سيد جمال هذه المبادرة